من جانبه أكد حزب الله أنه تم قصف منطقة حيفا في شمال إسرائيل بالصواريخ وأوضح الحزب أنه تم قصف الكريوت شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة كما أعلن استهداف تجمعات للجنود في المناطق الحددية فضلا عن قصف مواقع عسكرية وتجمعات لقوات الاحتلال في عدد من مستوطنات شمال إسرائيل وفي الأثناء أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل مستوطن وإصابة 14 آخرين في قصف استهدف عكا وحيفا وعدت مدن بالشمال مشيرة إلى رصد يطلق قرابة 150 صاروخا من جنوب لبنان